بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة القدر اهلا وسهلا بحضراتكم وبنتكلم عن زراعة الطماطم الشري او الطماطم الكريز تمام الطماطم الشري او الطماطم الكريز قبل ما تفكر بس تزراعها لابد تعرف ان لها استخدامات خاصة ان لها استخدامات خاصة اه يعني اه قبل ما تزراعها لازم تكون عارف لها تسويق لازم تكون اه عارف هتسواها ازاي وإلا اه طبعا ملوش لازمة من الاساس خالص انك انت تزراعها لان انت في الاول وفي الاخر اه كل اللي يخصك الربح تمام فا اه اذا ما كانش فيه اه ربح كويس يبقى بلها انك تزراعها اساسا تمام فعشان كده تبقى عارف قبل ما واتفكر في زراعيتها اتفكر في التسويق بتاعها دي رقم واحد مش احنا اخد انا من منظر حاجة انا فكل الاخر يلزمني الا التسويق بتاع الطماطم بتاعته تمام فالا التماطم الكريز اه انتجها كويس اه جميلة جدا ومشاء الله عليها اه ازا انضمن التسويق الكويس بالنسبة للزراعة بتاعتها هي بتتزرع بزرع عادي خالص زيها زي الطماطم التانية بنعملها شتلات تمام ويمكن اه اسهل من الطماطم التانية كمان لان العقد بتاعها ما شاء الله زي ما انت شايف كده ما فيش اي حاجة بتسقط منها خالص ما شاء الله حد يعني اه صيف شي تحرق اي حاجة شغالة يعني ما شاء الله تمام اه اللون بتاعها بصراحة يعني جميل جدا فيها الوان طبعا اه الوان اللي هو اللون اللي هو الكفيدة اه فيها اللون الاحمر العادي اللي معانا ده فيها اللون اصفر فيها اللون كتير يعني تمام فالون بيميل البنفسيجي كده تمام فعلى حسب الازواء المستهلكين يعني بيستخدموها تمام اه بالنسبة للاشكال حتى بتاعتها في لداء الشكل الدائري في منها اللي هو الشكل شبه الفراولة بالزبط عشان كده بسموها الكريز يعني اه يشبه الفراولة في اللي هو الاشكال الالواني يعني اه في الطماطم ده اه بالنسبة لي الخدمة بتاعت الطماطم دي نفز عليها نفس اللي بنتكلمه في في الطماطم العادية او طماطم اللي هي اللي هي بتاعتنا العادية خالص ديت نفس القصة تمام اه هي بس يعني اه بتختلف ان في ناس بتربيها زي ما احنا مربينا الطماطم العادية في ناس بتقص من هنا وبتربيها على يعني بتقص من هنا القمة النامية وبتربيها على فرعين يعني زي ما انت عايز ما فيش اي مشكلة خالص تمام ده اللي احنا بنقوله بالنسبة للطماطم اللي هي الكريز دي اما اه جميع التسميد والري والحاجات دي نفس الطماطم العادية اه هو بس هي عندنا احنا كعرب عندنا مشكلة بس اللي هو بيزرع حاجة بيضخم الموضوع لي الناس اللي هتزرع من بعده يعني تمام واحد زرع فراولة يا ده الفراولة دي ما بتخلناش ننام وفافك شوف ما انت ما بتزرعش حاجة ربك اللي بيزرع فاخد بالاسباب وتوكل على الله ما فيش اي مش ما فيش حاجة اساسا صعبة تمام اه فيه صعبة بس ما فيش مستحيل زي ما بيقوله تمام فالوطن العربي فيه القصة دي التهويل يعني واحد زرع بطاطس يقولك ده البطاطس الزراعية ما فيش اي حاجة خالص مستحيل الفلاح شاطر وعارف ودنيته ممتازة جدا فهي قدامك هوت مرشأة والسوق بتاعها تعبان عشان نكون في الصورة يعني تمام يعني انا اول واحد ندمان يعني زرع اربع بيوت ندمان ان هي اه ان انا زرعتها من الاساس خالص يعني تمام اه الرش بتاعها برضو اه حافظها اللهم الفيروس مع ان الصنف ده اللي هو الكتالينة بتاعتك نجرين ما بفيروس اساسا ولكن في اصناف ممكن اه تفيروس معاك فاخد بالك من الرش الحشر بتاعها الرش الفطري ممكن اه برضو لو انت عندك اه بيوت مكيفة اللي هي فيها اه مراوح اه ما بيفضلش في رطوبة في البيوت وبتضطرت برا فما بيبقاش عندنا اي امراض فطرية خاص ولكن اسكت تزارع في البيوت العادية جبه يلزم حضرتك اساسا انك انت يعني مش اقل من خمستاشر يوم كل خمستاشر يوم كده هترشي لك رشة اه فطرية ما بين الانفينيتو الردوميل الاكروبات نحاس الحاجة اللي هي اه مشتركة ديت في الامراض كلها تمام اه الجامعة بتاعها طبعا بنجمعها اه حب زي ما انت شايف كده بنجمعها حب وما نحطها في عبوات خاصة اه يعني يمكن او ريك اللي عبوة بتاعتها على حسب البلد اللي بيتعبي وعلى حسب ازواء الجماعة المستهلكين دول احنا بنعبي في الامراض العبوات دي طبعا ده لسه مجموع تقريبا يعني انا بعدها الصنف بتاعنا ده بتاخد فيه حوالي بتاخد حوالي عشرين حبة ايه كمان بتاخد همش اه ممكن كمان اهو ديقة التعبية بتاعتها اهي طبعا بنرصوها رصة غير كده بس عشان نعمسك التليفون عشان مان اللي بدي عملها كده بس بدي لها فلين زي ده وتتحط فيه يعني بيبقى فيه خمسة خمسة اه يعني بتبقى كده ونص الفلين ده كله بيبقى كده ونص بالمنزر ده وخلص هي ديقة التماطم شفيرية فاش اي حاجة خلص يعني تماما عشان بس الناس ما تتعبكش ولا تزعلك وماشاء الله لسا جايبة يعني حاجة احنا يعني اهملناها خالص بسبب ان الاسعار بتاعيتها طبعا التعبانة خالص والعبوات بتاعيتها غالية فمهمة للا وبتمنى انها كنت زرعت طبعا الطماطم دية دية سيلفيانا يا جماع الطماطم دية اسمها سيلفيانا صنف كويس يعني اهو شايف ماشاء الله اهو 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 ما شاء الله صنف محترم جدا سيلفيانا دا يعني جمعنا منه وما شاء الله شغل لسا ولكن اه ندعو الله يعني ان الله ما شاء الله الله الصنف يعني ممتاز شكرا لحضرتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى اه وبركاته اه وبركاته اه وبركاته بالمفروض الورق دا منشيله من زمانه ولكن برضو الا تفضى يعني شكرا